الاهلي دايما في القمة بالارقام والانجازات والبطولات مش بس بالكلام في ناس بتطلع تتكلم بس بتعملش حاجة تانية غير الناية تفضل تتكلم تتكلم ولكن احنا دايما مش مشغولين بالكلام احنا مشغولين بان احنا انا مشغول بالكلام والاعلام الاهلاوي مشغول بالكلام ولكن فريق النادي الاهلي مشغول بالفرق مشغول بالفريق ادارة النادي الاهلي مشغولة بالانشاءات والانجازات اللي بتعملها مجموعة اللاعبين اللي موجودين مشغولين بحاجة واحدة فقط وهي الملعب ازاي نكسب احنا دايما في ظهر الفريق احنا دايما انا قلت لحضراتكم قبل كده من خلال هذا البرنامج محدش يتوقع ان انا ممكن اخبط في الفرقة محدش يتوقع هذا الامر لانه انا في النهاية شايف ان احنا عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين مش انا الوحدي بالمناسبة مجموعة كبيرة جدا السواد الاعظم من جمهور النادي الاهلي شايفين هذا الكلام وبالتالي انا ما بقولش لحضراتكم الكلام ده من النهاردة انا بقوله حتى وحنا في ظروف رائعة جدا يمكن الظروف الفترة اللي فاتت مش جيدة ولكن مش جيدة لانه الناس شايفة ان مستوى بعض اللاعبين قال ممكن نتكلم ونقول فيه اخطاء ونقول فيه كذا ونقول فيه كذا ولكن في النهاية سنظل مساندين دائما وبشكل دائم لكل اللاعبين لكل من يحمل اسم النادي الاهلي ولكل من يحمل شعار النادي الاهلي سنظل مساندين في الحق مساندين للنادي الاهلي عشان يواصل انتصاراته وبطولاته وزي ما قلت دائما الفريق هو الاهم مش اسلام ولا محمد ولا علي الفرقة هي الاهم دائما هنكون في ظهر لعبتنا مش اسلام برضو انا تعلمت ده من حضراتكم من جمهور النادي الاهلي قد اكون في بعض الاحيان وانا قاعد بتفرج ببقى زعلان من الفرقة خلاص ولكن انا تعلمت من جمهور النادي الاهلي واخرها المباراة السابقة المباراة اللي فاتت على طول اللي احنا جبنا فيها هدف في الديئة 96 لغاية الديئة 96 و20 ثانية وهو وقت احراز النادي الاهلي للهدف هدف الفوز محمد شريف لغاية 96 و20 ثانية وحضراتكم جمهور النادي الاهلي بتشجعوا وحضراتكم او مجموعة الجمهور اللي كانوا قاعدين اللي في الملعب بتشجعوا الاخر ثانية فانا لازم اتعلم من جمهور النادي الاهلي ولازم اشوف جمهور النادي الاهلي بيعمل ايه وحاول اعمل زيه في الاخر احنا ما بنحاسبش لعيبة على ماتش ولا على ماتشين احنا بنحاسب لعبين على شكل السنة عامل ازاي عايزين ناخد كل البطولات السنة دي فلازم نفضل في ظهر فرقاتنا الانجازات عارفين ان هناك حرب شرسة وححكي لحضراتكم احد الحروب الشرسة دلوقتي ولكن الكل يهدف يهدف لهز استقرار الفريق شائعات كل يوم كل يوم شائعات حضراتكم مش متخيلين كمية الكلام اللي بيتقال انا ببقى قاعد ابص كده واشوف الاخبار اللي طلعه واشوف الكلام اللي جايلي الله هو انا هو ايه يا جماعة ده هو للدرجات دي محدش عارف ايه اللي بيحصل لكن احنا هنا في البيت الكبير ومن خلال قناة الاهلي هدفنا هو منع الشائعات منع الشائعات دي نهاية هز استقرار الفريق فرقنا مستقر عندنا بعض الاخطاء كلنا بنتكلم في هذه الاخطاء بالمناسبة ولكن دايما جمهور النادي الاهلي وقناته واعلامه حيكونوا هم حائط الصد والمانع الاول والاخير مش عشان حاجة ولكن عشان شعار النادي الاهلي واسم النادي الاهلي فكلنا حنبقى وقفين ضد اي شائعات بتحصل كلنا حنبقى وقفين ضد اي حاجة بتحصل لانه